اهلا بكم رفعت تداول على سهمي بنك الاستثمار الفلسطيني وبنك القدس من قيمة تداولات البورسة اليوم لتصل الى حوالي 16 مليون دولار امريكي واحازت تداولات السهمين على غالب تداولات البورسة وبلغت قيمة تداولات سهم بنك الاستثمار الفلسطيني حوالي 7 فرزة 7 مليون سهم في حين بلغت قيمة تداولات سهم بنك القدس قرابة 7 فرزة 3 مليون دولار وسجل مؤشر القدس ارتفاعا بنسبة 16% مدعوما بارتفاع غالب مؤشراته مع استقرار مؤشر قطاع التأمين وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 11 مليون سهم في 297 صفقة وجرى فيها تداول اسهم 21 شركة ارتفع منها سهم 11 صفقة وانخفض سهم 3 واستقر سهم 7 شركات قدمت الحكومة اليابانية 154 ألف يورو كدعم لشركة بيت الصابون الفلسطينية التي تعمل في مدينة أريحة الزراعية الصناعية وهذه الشركة هي الخامسة المستفيدة من برنامج محفزات مدينة أريحة الزراعية الصناعية الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية وتوظيف التابع للسلطة الوطنية أما بالشأن العربي قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن الميزانية العامة للدولة للعام 2018 ستكون الأكبر في تاريخ المملكة ونقل التلفزيون السعودي عن الملك قوله أيضا إن الرياضة أرجأت العام المستهدف للقضاء على عجز الميزانية إلى 2023 بدل من 2020 ويبلغ الإنفاق المستهدف في الميزانية 978 مليار ريال في حين تبلغ الإيرادات المستهدفة 783 مليار ريال أما بخصوص أخبار النفط ارتفعت أسواق النفط مع طلق الأسعار دعما من توقف خط الأنبيب فورتس في بحر الشمال وقيود الإنتاج الطوعية التي تقودها أوبيك لكن تنامي الإنتاج في الولايات المتحدة كبح المكاسب والسجلة العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تيكسس الوصي سبعة وخمسين دولار وخمسة وثلاثين سنة للبرميل مرتفعة 19 سنة وزادت عقود خام القياس العالمي برينت 15 سنة وقال المتعاملون إن قوة الدفع تقلصت قليلا مع إلغاء الدعوة إلى إدراب لعمال النفط في نيجيريا ارتفعت أسعار الذهب ترقبا لتمرير إصلاح قانون الضرائب الأمريكي وهو ما دفع الدولار للانخفاض بينما ساد جون من التشكك بين المتعاملين بشأن تأثيره الفعلية على النمو الاقتصادي غير أن المعدن النفيس لم يشهد تغيرا كبيرا حيث عزف المتعاملون عن تكوين مراكز جديدة قبيل موسم العطلة وزاد الذهب في المعاملة الفورية عشرين في المائة إلى ألف ومائتين وثلاثة وستين دولارا واثنين وستين سنة للأنصة بينما ارتفعت ذهب في العقود الأمريكية الآجرة للتسليم شباط تسعين سنة للأنصة